موسيقى السلام عليكم وان شاء الله اول فيديو لنا في كورس الفوتوشوب هنتكلم عن الفوتوشوب وازاي تقدر تستعمل التولز بتاعته وهيكون في كل الفيديو شرحي للتولز هيكون فيه تطبيق عليها بحيث انه ما يكونش شرح للتول بس من غير ما يكون فيه تطبيق ليه بحيث انت تعرف تستخدمها عندك طبعا الفوتوشوب يعني معروف عنه ان هو بيعمل الإدتينج على الصور وان انا لو عندي تصميمات سواء البرشور او الكوفر بوك او الويب ديزاين او عندي بيستعملوه في عمارة في المشاريع الهندسية في الإظهار في البرزنتيشن سواء في اللي هو تصميم الشاسي نفسه او في البوست بروكشن للكتلة فاحنا يعني الكورس ده هيكون لأي حد عايز يتعلم الفوتوشوب او عايز يستخدم التولز اللي عنده احنا طبعا عندنا في الفوتوشوب اصدارات من اول اصدار لحد اخر اصدار اللي احنا بنشتغل عليه الفيرجن بتاعي اللي هو السي سي الفوتوشوب احنا طبعا اولا لما بنفتح البرنامج بتاعي من فايل نيو بيظهر عندي اول حاجة ان انت بتختار اللي هو الاسم بتاعك انا اسميه مثلا نيو ديزاين فدي اول حاجة الاسم بتاعي تاني حاجة الويتس والهايت ده بيكون على اساس الديزاين نفسه الديمينشن بتاعته عملة ازاي وغالبا بيكون بالسنتيميتر علشان تبدأ تيحدد الديمينشن بتاعتك طيب يعني انا هفترض انها دلوقتي مثلا 20 في 15 طبعا الوريينتيشن دي بتتحدد على حسب اللغة البرتري او لاندسكيب دي على حسب برضو الديزاين بتاعك اللي عندك موضوع الريزيليوشن الريزيليوشن دي اللي باختصار ان انت كل اما بتعمل زوم ان على الصورة طبعا الصورة بتكون عبارة انا وجيت عمل زوم ان على دي لو جيت ركست هتلاقي ان الصورة بتكون عبارة عن بيكسلز فانت هي الكواليتي او الريزيليوشن بتاع الصورة دي عاملة ازاي بحيث انت كل ما بتعمل زوم ان عندك البيكسل دي تبان فطبعا الريزيليوشن دي بتكون بالنسبة للاندور يعني انا جيت عملت فايل ونيو واخترنا هنا سنتيمتر وعملت هنا 20 وهنا 15 الريزيليوشن بتاعتي بتكون بالنسبة للاندور بتكون حوالي 300 وبتكون للاوت دور بتبتدي من اول 75 فالاندور بالنسبة اللي هي القريبة من العين فلازم الكواليتي بتاعتها تبقى عالية لان دي بتبقى عالية لازم الكواليتي بتاعتها تبقى عالية البيكسل على السنتي فانت يعني دايما انا بقول انها بتكون 120 بتكون كويسة يعني انت لو جيت حتى جيت بسيط لانا رجعت عالبيكسل على الانشيز واخترت هنا 300 هتلاقي ان لو انت جيت حولت او رحت للبيكسل على السنتي هتلاقي بما يوازي 120 يعني دي مش هتفرق وده ده صح وده صح يعني مفيش مشكلة منهم الاتنين وانت بتختار الريزيليوشن بتاعتك فاحنا قلنا ان الريزيليوشن في الاندور بيكون حوالي 300 ده في الاندور ليه الصور القريبة من العين وبيكون من الاود دور بيبتدي من اول 75 طيب الكلار مود بتاعي الكلار مود اشهر اثنين موجودين فيه اللي هم الارجي بي والسي ام واي كي الارجي بي والسي ام واي كي اما باختصار خالص ان هو الاسي ام واي كي اللي انا هعمل برينت للديزاين بتاعي ودول اللي هو السي ام واي كي اختصار اللي هم للالوان ده فانا لو انا محتاج طبعا اخر واحد مش موجود اللي هو البلاك اللي هو اللي في المصر اللي هو ما بينهم ده لالكيد البلاك فانا احنا قولنا ان انا اللي هو اختار سي ام واي كي اللي انا هعمل برينت للديزاين ثم متاعي فهاختار سي ام واي كي لو انا ال whipping صورة بتاعتي هتتعرض على الويب او هتكون على الكمبيوتر مش هتعمل لها برينت فانا بختار ال R GB فانا بالنسبة لي مش هعمل برينت فهختار ان هي هتكون R GB لانا انا مش هعمل لها برينت هيتكون عندي مجرد دايزاين عندي بعد كده عندي الفرق ما بين اللي هو حتة التمانية بيت والستاشر بيت واتين وتلاتين بيت وهي باختصار تدرجات الالوان اللي موجودة عندي يعني تدريجة الالوان اللي موجودة عندي ودي اكتر هتبقى لو انت جينا بصينا في صورة زي دي لو بصيت على الصورة اللي في الباكجراوند اللي وراء وبصيت على التدريج بتاع الالوان هنا وهنا هتلاقي ان عندك في التلاتين بيت عندك في التلاتين بيت الجزء ده بيكون باين ان هي الالوان صحيحة على بعضها وانت مش مراحز ان فيه تدريجة في الالوان في التلاتين بيت في الاربعة ومشرين بيت بيكون الفرق ما بين الالوان فيه فواصل ما بينهم وباين قوي وده بسبب ان عدد الالوان او بلتة الالوان اللي موجودة في كل واحد فيه يعني انت لو جيت تبص هنا مثلا هتلاقي اعداد اللون هنا موجودة اديه اعداد اللون هنا موجودة اديه في التلاتين بيت في الاربعة بيت اديه وهكذا فاحنا دايما عشان احنا بنزهار ما بيباش عندنا حتة التدريجات دي او انت علي حسب الديزاين بتاعك فدي انت بتختارها علي حسب الديزاين بتاعك بس خلي بالك يعني في حتة اللي هو الفايل سايز بتاعك لان هي كل ما بتزاود كل ما الفايل سايز بتاعك بيزي فانا دايما هبنشتغل على التمانية بيت يعني هتلاقينا دايما التمانية بيت مش هتفرق معنا قوي يعني بالنسبة لنا بداخل الباكجراوند بيت فكرة الباكجراوند دي ممكن اختار ما بين الوايت والبلاغ او ان ممكن اختاران ادوس على اللون باكي اي لون محتاجه او مش اي لون اي لون اي لون اي اي لون او شغل و بعد كدة بدوس كان ادج 2 كتائه من الاسبالي ذي يعمل لي الصورة التاسع او المقاسي بتاعك فبغمن الازل الموجودة في الصورة التاسع ستجدون عندي هنا الفوق المينيو بار وبعد كده عندك تحت اللي هو هنا في الجزء على الشمال ده اللي هو التول بوكس التول بوكس بتاعك أو التول بانيلز بتاعتك التولز اللي انت بتستعملها اللي انت بتشتغل بيها وكل تولز من دي لو انا وادوست عليها هيظهر لي فوق حاجة اسمها الابشن بار الابشن بار بتاع التولز دي اللي هو الجزء اللي موجود تحت فخلينا بينهلكم في الصور برضو عشان تبقى مركز هنا في صور من فوق مركز وعندك يا هاتف اللي هو龍 pred rencont fueakte هوبطل بالبانيل الكتاب اللي هو اي واحد من دول هوا بيادع بيع plain ochistle وبعدين عالمين على الجزء ان supporting الابشن بتاعتي الابشن دي اللي هو الجزء ده بيكون البانيل بتاعتي اللي انا بتحكم في كانت من الويندو اللي لو انا شغالين هنو حفل ويقولكو عليه يعني لو أعايز أبيين اللير زي مسلا أخفيها أو إن أظهرها تاني فبدوس من Windows وبأظهر عندنا زم IN و زم OUT بيكون بالالت مع CCVM math أو إننا دوس على زرار زم Gill و إننا بقدر عمل زم IN وزم OUT او ان انت ممكن من فوق تعمل فتسكرين للصورة بتاعتك او فتسكرين للصورة بتاعتك او قلنا من الآلت والسكرول مع الموز او من الايكون اللي اي او اي او اهم حاجة بالنسبة لك ان انا لو انا عايز اغير في الديزاين او شكل اللي قدامك بتاع اللي هو الفوتوشوب ده بقدر ان انا من هنا كده طبعا لو انت عندك اللهم مالسهمين دول لو دوست عليهم هيتحول لك التول بوكس بتاعك لصف واحد لو انت دوست عليه تاني هيتحول لتنين لو انا ممكن ان احرك مكانه يعني ان واحد مثلا محتاج ان احركه كده واخده وحطه هنا احركه هنا كده يكون موجود هنا وعايز احرك الجزء ده كده اخده وديه هناك فانا بالنسبة لي انا عايز اشتغل كده ده كده الدزاين ده مريحني فعايزه الي بقى شغل عني لو انت عايز ترتب البانلز بتاعتك والتول بوكس بتاعتك عايز ترتبها على حسب اللي رايحك فيه يعني في الديزاين نفسه بعد ما بتخلص وتحرك اللي انت عايز تحركه وتشده تدراج اللي انت عايزه وتحرك وتزبط الكلام ده كله بتروح من هنا بالايكون دي كده تدوس هتلاقي عندك حاجة اسمها New Workspace لان ده بالنسبة لنا ده اسمه Workspace فلو دست New Workspace واخترت مثلا هسميه على اسمي مثلا هسميه محمد ودست Save فخلاص هلاقي عند ان هنا فيه Workspace ظهر اسمه محمد اهو هدلاقي موجود فوق اسمه محمد طب انا لو عايز ارجع للوركس بيس بتاعي الاساسي او الاصلي او الاولاني خلاص انا اكون تشغل فيه تقدر تعمل حاجة اسمها Essentials لو دست عليها وبعدين دست حاجة تحت عندي اسمها Reset Essentials هيجيبلي اول واحدة كنت انا شغل بها خالص اللي اللي موجودة عندي دي اللي هي اول واحدة كانت موجودة عندي شغل بها طبعا لو انا رحت اخترت محمد هيجيبلي اللي هي اللي هي كتت موجودة عندي قبل كده خلاص طبعا هو في الفيديو ده بس هيكون اللي هو مجرد التعارف على شكل البرنامج نفسه عامل ازاي وان انا اقدر اتحكم فيه طيب انا لو محتاج دلوقتي ان انا اغير ال background اللون اللي هو الجامع ده اقدر اروح من Edit هلاقي عندي حاجة اسمها Preferences هلاقي عندي حاجة اسمها Interface لو اخترتها هقدر اختار درجة اللون اللي انا محتاجة واللي هي تكون مريحة لعينك ولو تكون مش متائقك في الشغل بتاعك فانا الدرجة اللي تريحك عشان طبعا انت بتقعد على الفوتشوب كتير فالدرجة اللي تريحك تقدر تختارها زي ما انت عايز وتقدر تختار ال Highlight بتاعك اللي هو ال Blue او Default اللي هو لو انت جيت بصتت هنا على ال Highlight هنا لو اخترت اللي هو Default هتلاقيه كده لو دوست على ال Blue هتلاقيه كده وتبدأ تغير في درجة اللون بتاعتك زي ما انت عايز دي اهم حاجة بالنسبالي ان انت تبقى عارف اللي هو ال Design بتاعك عامل ازاي وتبقى عارف شكل البرنامج نفسه وبتعمل معه ازاي واسامي الحاجات اللي موجودة عندي عاملة ازاي طبعا في الفيديو اللي جاي هنبتدي نتكلم سريعا عن ازاي بقى نبتدي نعمل editing على الصور وازاي نستخدمه اهم حاجة عندي بس والاخيرة ان انت ازاي تبدأ تعمل البنالز اللي موجود فو ده اللي هو ده التاب اللي موجودة فو دي التاب اللي موجودة فو دي عشان تقدر تعملها كده بيبقى عندي من ويندو حاجة اسمها Arrange هيبقى عندك فيه انواع كتير فيه عندك اللي هو تقدر تعملهم vertical تقدر تعملهم horizontal طبعا انا اللي كانت عندي اللي هي التابس اللي هي دي فبيقدر يعملهم لك ان هما التابس بتاعتك اه اه اتمنى يكون الانتروداكشن فادتكو في اجزاء معينة وان شاء الله من المرة يعني الفيديو اللي جاي هبتدي اشرح in details ونبتدي نشتغل على التولز اللي موجودة عندنا هنا دي شكرا اشتركوا في القناة